تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمل الخليفة المجتمع البحريني وبكافة أطيافه ومكوناته بحاجة إلى مثل هذه المبادرات الرياضية المجتمعية التي تسهم في خلق أجيال لإعلاء رايته وفي مختلف المجالات بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة والمتميزة من قبل المقيمين على أرض المملكة الذين كان حضورهم متميزا في هذه الفعالية التي تسقط فيها حسابات الربح والخسارة فالكل فائز في مثل هذه المناسبة الوطنية الرياضية التي تجمع كافة فئات المجتمع وأشال سموه بتجاوب قطاع الشباب والرياضة على مستوى المملكة بهذه المناسبة الاحتفالية وتواجد نخبة من المقيمين والجاليات بالإضافة إلى العوائل التي كان لها نصيب وافر من تلك البرامج التي جسدت أروع صور الوفاء والإخاء بين الجميع على أرض المملكة في رسالة للعالم تؤكد على أهمية ممارسة الرياضة بصفة مستمرة لدوره البرز في تنظيم الحياة اليومية لكافة الأفراد وأفراد الأسر وتحقيق التألف والتأخي والتعارف بين جميع مكونات المجتمع البحريني مؤكدا على أن الحضور الكبيرة من المشاركين يدل على النجاح المتميز للفاعلية التي حملت أهدافا أوسع وأشمل من التنافس ودلت على التفاعل التام مع كافة الفعاليات التي تقام على أرض المملكة وأشار سموه إلى أهمية مؤصلة تقديم مثل هذه الفعاليات الهامة في المستقبل الذي يشارك فيها مختلف أطياف المجتمع البحريني للتأكيد على أن مملكة البحرين راعية للجميع ومهتمة بكل من يعيش على أرضها الكريمة مشيدا من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها وزارة شؤون الشباب والرياضة والتي ساهمت في إنجاح هذا المهرجان هذا وحققت رياضة المشي وهي أولى فعاليات المهرجان الرياضي المفتوح يلا رياضة حققت نجاحات كبيرة منذ انطلاقتها وقد حظيت بمشاركة كبيرة ومتميزة من قبل كبار المسؤولين في المملكة من المستشارين ووزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء السرك الدبلوماسي من الدول الشقيقة والصديقة وعدد كبير من المشاركين الذين حرصوا على المشاركة في هذه الفعالية التي استمرت لمسافة كيلو متر واحد ثم أخذ المشاركون جولة في مختلف أركان الألعاب الرياضية والثقافية والصحية واستمعوا إلى شرح مفصل من قبل اللجان العامل على تلك الفعاليات وأهدافها وعدد المشاركين كما اطلعوا على عرض للفعاليات اشتركوا في القناة